في هذه الصورة التي ننقرها الآن بشكل مباشر من الضحية الجنوبية يبدو أن الاستهدافات الإسرائيلية عادت مرة أخرى هذا الدخان الذي يتصاعد الآن ربما لم يكن موجودا على شاشتنا قبل أقل من ساعة لم تكن هذه المناظر موجودة إذن يبدو أن هذا الاستهداف حديث الآن الغارات الإسرائيلية تعود مرة أخرى للاستهداف خاصة في منطقة الضحية الجنوبية تقريبا بالكامل بدون استهداف مكان محدد معلن حتى هذه اللحظة في ظل ما تحدثنا عنه قبل أقل من ساعة في وجود اشتباكات مكثفة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في داخل الضحية الجنوبية إذن هذه المشاهد التي نبثها الآن على الهواء مباشرة تشير بشكل ما أن الاستهداف الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي قد عاد مرة أخرى إلى بعض الأماكن في الضحية الجنوبية دون ورود بيان رسمي حتى اللحظة سواء من قبل الاحتلال أو حتى من قبل الدولة اللبنانية ونحن في انتظار ربما بيان حول هذه الغارة أو هذا الاستهداف الذي تم الآن أعود لك مرة أخرى دكتور أسامة وعذرا على هذه المقاطعة لكن كان لابد أن نوضح الصورة بشكل مباشر ولحظي لمشاهدين حول تطورات الأوضاع خاصة فيما يحدث في لبنان الآن